أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طلاب كلية الصيدلة المرحلة الأولى محاضرة الفيزياء الطبية بعنوان Sound and Medicine مواضع هذه المحاضرة هي General Properties of Sound Reflection and Transmission Intensity Level Ratio Stethoscope Ultrasound in Medicine Generation of Ultrasound Wave Application of Ultrasound بداية نأخذ الخصائص الفيزيائية لموجة الصوت موجة الصوت هي موجة ميكانيكية وكما أخذنا بالمحاضرة السابقة أن الموجة الميكانيكية هي تقسم إلى قسمين موجة مستعرضة وموجة طولية وعرفنا الفرق بين الموجة الطولية والموجة المستعرضة والفرق بين الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية هو أنه الموجات الميكانيكية that's travel through medium تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها بينما الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها وأخذنا موجات الكهرومغناطيسية وأهميتها بالمجالات الطبية كل واحدة من أدهم مع الفرق بين تردد كل موجة والطول موجي لكل موجة الآن في هذه المحاضرة نتعرف على موجة الصوت وتطبيقها بالمجالات الطبية موجة الصوت هي موجة ميكانيكية طولية تحتاج إلى وسط مادي لانتقاله تتألف من It's series of compression compression معناتها max pressure and rarefaction يعني minimum pressure from source with definite velocity ميو أس لأن المحاضرة الثنينة بلود فلو أخذنا سرعة الدم ميو فهنانا حناخذ ميو أس يعني velocity of sound هو تردد يساوي تردد في الطول الموجي وعرفنا شنو الطول الموجي مثل هذا الرسم الموجود هنا The wavelength is the distance between two crest بالنسبة للموجات الميكانيكية المستعرضة بالنسبة للموجات الwavelength The distance between two crest اللي هو كل crest يقابل compression بالموجات الطولية وكل truth اللي هي قعر للموجة المستعرضة يمثل تخلخل بالموجة الطولية يعني rarefaction بهذا الشكل يوضح هذا المكبس عندما يضغط على موجات الوسط يسبب اهتزاز اللاحظ هاي النقطة الحمراء هنا هاي النقطة الحمراء هاي النقطة الحمراء معناتها هاي دقائق الوسط أو جزيئات الوسط فموجة الصوت تعتمد على اهتزاز هذه الجسيمات That means a propagation of particle in parallel to the direction of wave باتجاه موازي لاتجاه انتشار الموجة عكس الموجة المستعرضة للأسفل اللي هي propagative particle in perpendicular يكون باتجاه عمودي to the direction of wave أوكي هاي الموجة الطولية للاعلى الطيف موجودة بالشكل الأعلى ما نقول الطيف السمعي طيف سمعي معناته هو سمع مجالات الطبية بينما الطيف الصوتي بثلاثة نوع من من الأطياف classification depending on sound wave frequency يعتمد على تردد موجة الصوت أول شيء أدنى الايوديبو ويفز اللي هو بالشكل مرسوم اللي أشخاص أنه هذا يسمو الصوت المسموع يوديبو ويف أو في فريكونسي بين 20 هرتز إلى 20 ألف هرتز يعني صوت مسموع تركيبة الأذن البشرية تسمع فقط ترددات 20 إلى 20 ألف هرتز بينما الإنفرا ساوند اللي هي المرسوم عليها صورة الفيل الإنفرا ساوند رفير يعني أقل مما يسمع الأذن البشرية يسموها تحت السمعية هاي الموجة تحت السمعية اللي تسمعها أكثر الحيوانات عند حدوث بعض الزلازل أو البراكين أو يعني ظواهر الطبيعية لهذا نلاحظ الحيوانات تفر من مكانها عند سماء هذه الأصوات قبل ما يسمع الأذن البشرية يعني تركيبة أذنها مصممة على سماء الترددات أقل مما يسمع الأذن البشرية اللي هي من صفر إلى 20 هرتز يعني يعني شنو تردداتها قليلة بمعنى أطوال هالموجية عالية يعني نقدر نقول لكم هنا نقدر نرسم أطوال موجية عالية يعني شنو قلت لكم the distance between two crest is very large زين نجي على الإلترا sound الإلترا sound is acoustic sound energy in the form of waves having a frequency above the human hearing range يعني من 20 ألف هرتز وفوق وهذه الإلترا sound تستخدم to look inside the human body يعني ضرورية في المجالات الطبية الإلترا sound اللي تستخدم في أجهزة الطبية مثل السونار والدوبلر أوكي هذه الترددة طبعا يسمعها أكثر الحيوانات البائل الخفاش اللي يكون تردداتها عالية يعني أطوالها الموجية شبهة مثل ما قلت لكم ترسمون فوق الرسم أطوالها الموجية قصيرة يعني the distance between two crest or the distance between two troughs is small إذن شبهة تردداتها عالية يعني طاقتها عالية بإمكانها أن تُو penetrate through human body تخترق الجسم وإنعكاس هيسبب لي أو تأخذ لسورة من خلال الجزة الصون درجة الحرارة يسألني أكثر الطلاب يقول لي أنه بزيادة درجة الحرارة تزداد التباعد بين الجزيئات لكن الحرارة تزيد من حركة الجزيئات والتضارب فيما بينها يزيد من اهتزاز الجزيئات بمعنى أنه تساعد فيما بينها في انتقال سرعة الصوت أوكي يعني إذا زيدنا درجة الحرارة للسائل يزداد التضارب فيما بينها فبذلك أو تزداد اهتزاز الجزيئات فيما بينها فبذلك تزداد سرعة الصوت بالسائل أوكي يش لأن درجة الحرارة إزدادت بينما في حالة درجة الحرارة صفر سرعة الصوت بالسائل أقل من سرعة الصوت بالصلب وضحت هنا لكم يعني ميو أس للسولد يكون أعلى من الميو أس للكويد وأعلى من الميو أس للغاز هذا الشكل وضحت لكم بأسهم اللي يقول أنه البون أو العظم لأنه كثافتها عالية وقوة ترابط بين جزيئاتها عالية فبذلك سرعة الصوت تكون أعلى من المصل والمصل أيضا يكون أعلى من الووتر والووتر أعلى من الهواء أوكي sound wave intensity إحنا من أخدنا مصطلح الكثافة كثافة الوسط والسرعة هنا تقدر تكتب هنا موجود أتكم بالملزمة رو رو أوكي اللي هي بالملزمة صفحة الثالثة زت هي ميو رو ميو اس الكثافة في سرعة الصوت عرفنا سرعة الصوت وين الصغير عالية هذا القانون نجي على intensity هي حقيقة هي الطاقة موجة الصوت الطاقة carried by wave per unit area يعني ال-I نقدر نقول هنا أيضا عدنا قانون آخر للشدة الصوت اللي هي الشدة تساوي الطاقة energy that's carried by wave per unit area على وحدة المساحة أوكي على الزمن على T الطاقة على الزمن الطاقة على الزمن يعني شنو جول الزمن جول على الثانية جول وحدات الطاقة هي جول على ثانية جول على ثانية هو نفس واط هو نفس واط أوكي إذن وحدات الشدة هي عبارة عن واط على متر تربيع واط على متر تربيع هذا القانون طلاب هو قيمة فيزيائية وإذا قيمة فيزيائية فبس ننتقل إلى القانون الآخر القياس الشدة بالديسيبيل أوكي لكن هنا نوضح ما هي الزت الزت هي الأكاوستيك إمبيدنس يعني شنو الأكاوستيك إمبيدنس ممانعة سمعية هي عبارة عن زت يساوي روم يو اس عرفنا شنو يو اس سرعة الصوت بالمادة الصالبة يكون أسرع من سرعة الصوت بال سرعة الصوت بالمادة الصالبة يكون أكبر من سرعة الصوت بالسال يعني سرعة الصوت بالبون يكون أسرع من المصل ولأنه كثافة البون أعلى من كثافة المصل إذن الممانعة السمعية للبون هي أعلى من الممانعة السمعية للمصل وهكذا أوكي هاي الممانعة السمعية هي المقاومة يعني شلون أخذنا المقاومة الكهربائية إنه المقاومة هي الجهد مع التيار الكهربائي هنانا وأخذنا بالبلود فلو اللي هي المقاومة وعلاقتها مع الكثافة قلت لكم المقاومة هي صديقتها للكثافة اوكي هنانا الممانعة السمعية لأننا عندنا موجة صوت ما سميها مقاومة ما سميها ممانعة سمعية هي الكثافة في سرعة الصوت يعني أكو هناك ممانعة أكو عند سرعة الصوت عند انتقالة بالجزء الجسم أكو ممانعة سمعية الفاطل المصل من الأعلى وهو دا يقول ناطق تسلسل من فاط إلى مصل يعني زتو أكبر من زتوان معناها تلين أكاسية عالية تطبيق الساوند ويف بالمدسن هذا الجزء الثاني من الفيديو وحيصير عندنا اوكي طلاب عيني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر